تقدر تروح تشتري من البنك الدولار وتقدر تروح تبيعه كمان في البنك وبكده انت مهم انك تعمل كده عشان كده انت بتخدم بلدك هل الدولار متوفر ولا لسه؟ ممكن يكون لسه ممكن يكون محتاج وقت علشان يتوفر في القنوات الشرعية ويكون محتاج وقت انه هو يتوفر في البنوك وحكلمكم عن دور المواطن مهم ان ده كل طبعا ما حدث اليوم له اثار ايجابية واثار سلبية لكن خلوني اقول لكم احكي لكم الوضع بقى منذ هذا القرار واحكي لكم الوضع حصلين طبعا احنا منذ اعلان البنك المركزي الكلام ده الساعة 9 الصبح ونحن في معركة والمعركة دي بين القطاع الرسمي وبين الدولة وبين السمصرة والسوق السوداء والسمصرة دول مش الصرافة الصرافة هي جزء من السوق الرسمية في مصر وبالتالي الصرافة زيها زي البنوك الى حد كبير لانه احنا بنتكلم في هامش ارتفاع 10% طالع 10% نازل وبالتالي في حرية حركة والمحافظ قال ان ده ليوم واحد فقط السمصرة بقى بتوقسوا السوداء اللي هم رفعوا بمضارباتهم الدولار ل18 جنيه وده كان لمصلحتهم هم ما يفرقش معهم مصلحة البلد على الاطلاق ومهم انه يكسب ال 50 الف والمئة الف بتاعته كل يوم السمصرة دول بيلفوا عن الناس السمصرة دول بيحاولوا يشوفوا سعر البنك كام ويعلوا عليه يعني لما ابتدى السعر يكون كان 13 لفوا على الناس يقولوا انت طيب هتبيع ب13 انا حبيعلك ب14 لو هو ب14 انا حبيعلك ب15 هو عايز يكسر قرار المركزي وعايز يخلي السوق يفضل في ايده خلي بالك خلي بالك هو انت ممكن كمواطن تكسب فلوس دلوقتي تكسب 50 الف جنيه 100 الف جنيه على المستوى القصير لكن انا بقولك وانت بتبيع خارج الشرايين الرسمية للدولة خارج الشرايين الرسمية للاقتصاد المصري انت بتخون البلد دي لان البلد قامت بخطوة مهمة جدا والبلد مستنياك تساعدها بوجه كلامي ده لاتنين بوجه كلامي ده للمصريين في الخارج وبقولهم انه حان وقت ان انت تقف جنب بلدك احنا بقولنا لكش على الاطلاق وقت ما ما كنتش بتبعد الدولار عن طريق البنوك لانه كنا فاهمين ان في فرق كبير دلوقتي الفرق ما بقاش كبير ودلوقتي كلنا مستنيين منك انك تدفع بفلوسك وتحول فلوسك عن طريق البنوك لانه هو ده اللي حيساعدنا بقول كلامي ده لمستثمرين صغار والناس لسه بتضارب لسه بتقول هو انا هبيع ولا اشتري لسه بتقول هو انا ابيع لده يمكن اكسب عشر تلاف جنيه ممكن اكسب هنا خمستاشر الف جنيه هو انت صحيح ممكن تكسبهم النهاردة بس انت هتخسرهم على المدى الطويل لان الاسعار هتعلب بشكل كبير جدا ولانك هتكسب السماصرة والسوق السوداء على القطاع الرسمي وانا بأؤكد لك ان القطاع الرسمي هو اللي هيكسب ليه؟ لان فيه محترفين لان قياداته اللي حنشوفها بعد قليل هم دول المحترفين وهم دول اللي حيلعبوا في السوق وهم دول اللي حقدروا يحكموا السوق انا مش هقدر اقول لك بيع الدولار ولا ما تبيعهوش دي مش نصيحة انا قدمها لك انا مش هقدر اقول لك خلي دولارك ولا بيعه انا كل اللي بقولهولك لو سمحت ان كان لديك دولار واردت انت بيعه من فضلك اقف جنب بلدك وانا هنا ما بقولش شعارات انا ما بقولكش اقف جنب بلدك واخسر انا بقولك اقف جنب بلدك وكسب اقف جنب بلدك وبيع الدولار في الشرايين الرسمية بيع الدولار في البنوك لأنه خلاص السعر بقى ريب جداً السعر تقريباً بقى واحد ولو عندك متطلبات دولارية يعني كمستثمر أنت عندك متطلبات دولارية أرجوك استنى شوية بقدر تستنى شوية إحنا قدرنا أن إحنا بتجمع تجار محترم أنهما يوقفوا الاستيراد لمدة 3 شهر لو في حاجة مش عايز تشتريها ضروري سلع معمرة تلاجات غسلات من فضلك ما تضغطش على السلع المستوردة استنى شوية إحنا في وقت حاسم بلاش الضغط على السلع المستوردة علشان ما نضطرش أن إحنا نستورد ونضطر أن إحنا نبقى عندنا ضغط على الدولار وبلاش تعمل لنا امتحان يعني مثلا في ناس تروح للمتحان تروح لبنك تقولك أنا طبعا حشوف بقى النظام المصرفي ده حيشتغل ولا إيه أنا عايز إيه 50 ألف دولار دلوقتي ممكن قوي البنك مبقاش معها 50 ألف دولار فاستنى شوية